وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في العراق فإن نسبة البطالة بين العراقين وصلت خلال السنة الماضية إلى أكثر من 22% بينما تؤكد بيانات صندوق النقد الدولي أن النسبة تزيد على 40% في المقابل يتصاعد عدد العاملين الأجانب في العراق في مؤشر على انعدام التخطيط والمتابعة لدى القائمين على ملف العمل في الحكومات المتعاقبة على العراق منذ الاحتلال الأمريكي فبحسب نواب في البرلمان يبلغ عدد العمال الأجانب في العراق نحو مليون شخص أو يزيدون الأمر الذي يستنزف ثروات البلاد ويحرم العراقين من مئات الآلاف من فرص العمل كما يثقل كهل الموازنة جراء خروج الأموال العراقية إلى دول أخرى غياب الضوابط وعدم تطبيق قانون العمل العراقي على الجميع سببان يفاقمان للأزمة بحسب اتحاد لقابات العمال في العراق بل إن العمال الأجانب لا سيم الإيرانيين يقبلون برواتب لا تتعدى نصف أو ربما ربع ما يتقاضاه نظراءهم من العراقيين ما يؤدي عمليا إلى فقدان كثير من العراقين لوظائفهم وانضمامهم إلى طابور العاطلين ولا ينتهي الأمر عند العمالات الأجنبية كسبب لتفشي البطالة في العراق فالفساد والتلاعب بالدرجات الوظيفية وقصرها على أقارب مسؤولين وحاشيتهم من وزراء ونواب وغيرهم كلها أسباب تفاقم أزمة العراق وتدفع العراقيين إلى الخروج إلى الشوارع احتجاجاً على أحوال وطن يتهم ساسته بالفساد السياسي والإداري ونهب أمواله ومقدرات شعبه غير أن خطورة تصاعد أعداد العمال الأجانب في العراق لا تتوقف عند تفشي البطالة بل تمتد لتشمل أخطار أخرى أمنية واجتماعية وربما ديمغرافية فأكثر هؤلاء دخلوا العراق بصورة غير شرعية ولا يخضعون لأي شكل من أشكال الرقابة أو المحاسبة القانونية كما أن أعداداً كبيرة منهم يدخلون العراق بدعوة السياحة الدينية ومن ثم لا يعودون إلى بلادهم القضية إذن كما غيرها في العراق ما بعد الغزو ترتبط بمافيات الفساد التي تدير أكثر الملفات الشائكة في العراق سعياً من أجل سيطرة تامة لتلك المافيات على حاضر العراق ومستقبله